السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتكم وقناة لبنة ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم في هاد البسطيلة هادي ديال الحوت اللي كتجي أكتر من رائعة طريقة ديال الخدمة المراحل اللي هم ماشي كتير بطريقة جد جد مبسطة وبزين اللي هو كذلك بسط وسهل وكيجينا عراقي في نفس الوقت غادي نشارك معاكم كل شي باش كيجي اللون ديالها مواحد وكيجينا من قرمشة حتى المبتدئات لأول مرة غادي جاربوا البسطيلة ديال الحوت كيف ما جاربوا بزاف ديال البنات من الفيديو اللي سبق وشاركت معاكم اللي كان خدمها اللي كليان فصراحة كانت النتيجة رائعة وكانوا فرحوا بزاف بالنتيجة الحمد لله غادي نشارك معاكم كذلك تاما غا نخليه لكم في صندوق الوصف كيف العادة بالنسبة للبنات اللي بغا يخدموا نخلي لكم كيف ديما التاما في صندوق الوصف وكنتمنى على فيديونا الإعجاب ديالكم تبارتاجوا بالعائلة والأصدقاء باش تعمل الفائدة واشجعوني وتحفزوني أنني نعطي دائما المزيد والمزيد وما تنسونيش من واحد اللايك نزلو دا بديروح تعليق زويني كيفرحني وكيفرحني 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 كذلك وغندوزي ان شاء الله مباشرة مع المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة أول حاجة هنا عندي في مكونات كاملين غادي نحتاج إن شاء الله وعد كيلو أونص ديال الكروفات أنا خديت هاد النوع ديال الكروفات البنات ديجاب القشرة دياله لاني نقيته خديت كيلو أونص في المجموع كيفما كتشوفوا معي كيكل حجم دياله كبير هاد النوع عندي هنايا كيلو ديال الكالامار كيفما كتشوفوا معي هنايا الكالامار راه الطريق وعندي كذلك هنايا الهبرة عندي 1-900 جرام ديال الهبرة حتى الكيلو كيبقى اللحزة بدائما أنا أغلبية كندير 800 جرام عندي واحد ذليفة صغيرة عامرة ديال المعدن وسمك الطعم زيان عندي واحد العلبة ديال الفطر أولى لشومبينيون ممكن أنكم تستعملوا الفطر الأسود اللي كيكون كاجف عندي شوية ديال صلصة طماطم كيفما كتشوفوا معي عندي واحد تسعة ديال فصوص ديال توم اللي حكيتهم مزيان واحد الحامضة مصيرة كاملة معلكة كيفما كتشوفوا معي أصبق اللي وشاركتو معاكم في القناة أخلي لكم الرابط في صندوق الوس دغية كيوجد وكيكون معلك تيجي صراحة رائع وغادي نحتاج كذلك الهريسة الهريسة أولى الحرورة على حسب الضوق ديال كل واحد عندي الملح وغا نحتاج شوية ديال اللي بزار شوية ديال بابريكا حارة وغا نحتاج تحميرا كيفما كتشوفوا معي كذلك هنحتاج زيت زيتون أولى الزيت مخلطة مبين نباتية وزيت زيتون لكم الختيار عندي سوس صوجة وعندي كذلك كيفما كتشوفوا معي أنا عندي غير العادية ماشي مركزة وعندي هنايا واحد العاصر ديال زوج ديال الحامضة وغادي نحتاج كذلك شعرية صينية كيفما كتشوفوا معي هنايا فغادي ندوزعوا لأول مرحلة اللي غادي نبدو إن شاء الله باش نوجدوا هديك الشرمولة اللي غادي نخدموا بيها بالنسبة لهدي الشرمولة للبنات ممكن أنكم تطيبوها أو لا تخليوا على هاتشكل دائما كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد عندي هنا ذاك المعدنوز ضفت عليه التوم هنا عندي الحامض مصير اللي قطعته قطع صغار عندي الهريسة كتبقى على حسب الضو قدرت هنا واحد معي لقاو شوية من ديال الملح ما ننسوش أنه عندنا الهريسة حامضة والملحة وصصوجة وكذلك الحامض رام حامضين عندنا شوية لبزار كذلك واحد نص نص معي القاو من اللي بزاروا الهريسة أو لا البابريكا حار عندي واحد زوج معالق صغار عامري مزيان ديال تحميرة وكذلك هدك العاصر ديال الحامض وهنا غادي نضيف كيف ما كتشوفوا معي الصوجة جيت مع النهاية قدرت معالقاء فقط كيف ما كتشوفوا معي وهنا يزيد غادي ندير واحد الكمية أنا هاد الزيت باش خدمت غير ديال المحلات يعني ماشي زيت الزيتون البلدية ديال المغرب هنا كيف ما كتشوفوا معي كنخلط الخالط كامل كيف ما قلت لكم إلا مبغيتوش هدك الجهد ديال المعدنوس والتومة وكل شي هاد طريقة الأولى ديالي أنا في بسطيلة اللي غا نشاركها معاكم إن شاء الله شي نهار كنت كان طيب الحشوة يعني كتعجبني أنا في هذيك الطريقة كتجيني أحسن هنا كتجيني شوية مجهددوك التوم والمعدنوس وكل شي وأنا ماشي من النوع اللي كيعجبني هاد طوم والمعدنوس وكل شي كونو مجهدين هنا كيف ما كتشوفوا معي كندير هاد الكروفات والمقلرة عندي كبيرة من الأحسن ما تكونش مقلرة صغيرة باش ما كتطلقش ليكم الماء ما كيكونش ليكم دك شي مدكش وكتطلق الماء في نفس الوقت كون نار مجهد باش هكما تطلقش ليكم الماء ما يبقاش دك الكروفات يتقلص الحجم دياله هنا كذلك كندير الكالامار ودائما كان هزو حد زوج معالق حتى الثلاثة ديال الحشوة كيف ما كتشوفوا معي القياس اللي غاديكفاني هنا نعدي ديال الكالامارات هاد البلج ديال الكالامار غلاضين يعني غا من بعد ما غيش دوا راسهم من كي طيبوا غادي نقطعهم من الوسط يعني غا نقسم كل لوحدة على زوج ديال شرائح كيف ما كتشوفوا معي غا نقطعهم إن شاء الله من بعد باش هكا يجيونا أرقاقين ويجيونا حتى في الماكلة يجيوهم زياني غادي نبقى نشحرهم حتى كي ياخدوها كي شوية لون وياخدو هذيك الحشوة وفي نفس الوقت كي ينشفوا ما كي يكونش فيهم الماء بنسبة الكروفات كي ياخدوا وقت قليل كالامار شوية كتار منه شوية ما تخليوش بززاف لأنه كي يقصح إلا بقى بززاف إلا درتوا مقلة كبيرة وجهدتوا النار أكيد رهما غادي شتك شي يطلق لكم الماء وكي يبقى زوين في الطياب هنا درت الماء اللي درت فيه الملح ودرت فيه هنا شي ثمانية ديال القيطع ديال هذيك الشعرية الصينية وغاة بقى ليا تقريبا الحشوة لأنه كترت شوية شعرية دائما كان درت قريبا وحدة 400 قرام في هذي الكمية ديال الحوت كاملة تقريبا تكون عندنا 1-3 كيلو 1-3 كيلو 1-3 كيلو ديال الحوت بالنسبة للهبرة كيف ما شفتوا معي درت لها الشرمولة ودخلتها الفران غي شوية ضغية ضغية كالطيب بالنسبة للهبرة ممكن تاخدوا الطرية اولى المتلجة اولى اللي كونجولي تكونوا موجودين يعني الكيلو تقريبا انا اغلبية الى ما كانت الطرية صارحة تخفيض راكتكون 8 ديالها غالي بزاف يعني راكتكون 20 أورو اغلبية شفتوا معي راه الفيديو وشارح نفسه درت هذه الفيطر ودرت هذه الحشوة اللي بقيت عندي وشوية صلصة الطماطم يعني اللي شحرتهم في المقلة وكندوز نفك هنا هاد الورقات ديال بستايلة اللي معدناش البديل جربت بزاف ديال الحويج بنسبة الورقة الفيلو اللي عندو اللي كتعجبو يديرها لانا كتجي صراحة مقرمشة وكتبقى مقرمشة وكتجي فتية هنا كنخلط زيت النباتية وزبدة مدوبة حتى تنشفات من المديال ها وما بش كندهن هاد الورقة هادي وإلا بغيتوا قاع الورقة جيكم طريقة شوية حاولوا تديروا واحد الفوطة اللي تكون نقية مزيان تديروها في الفخار هاكا كتتسخن مزيان وكتبقى ودهنوا هاد الورقات وكتحطوا هاديك الفوطة في الأرض كتكون سخونة وكتشدوا وكتحطوا فيها هاد الورقات أنا فاتلي وفورتهم هاكا في الفخار غير كنحطها شوية كدفة وكنخدم بها ولكن خستكم تخدموا بسرعة لأن إلا بقات في الهواء الطلق يعني كتنشف كتر من لازم هنا عندي هاد الهبرة كيفما كتشوفوا معين بعد ما طابت وهنا عندي هاد الشرمولة اللي زيت عليها الفيت روز عليها شوية ديال صلصة الطماطم كنشحرهم مزيان غير كيمشي ويجي شوية وكنضيف عليهم هذيك الشعرية صينية اللي كنكون نصلق نا من الأحسن تدير الشعرية صينية ديال الروز كتجزوين كنشحروهم وكنضيف عليهم الشعرية صينية اللي كنكون قطعناها من بعد ما تسلق صافي غادي نشحر كل شي مزيان وغادي نخلطهم مع هذ الشعرية الصينية كيف ما قلت لكم القياس قريبا يعني كندير مرة 400 جرام شي مرة حتى 500 جرام ديال الشعرية على حساب البصط يلا قداش بغيتوا تديرها أنا كنديرها عالية لأن ما عنديش الصراحة دائما كنبغي هذيك الكمية ديال الحوت هي اللي نعمر بها البصط بالنسبة الناس اللي عندهم فران كبير أو لك يقدرو يديرو حتى النمرة ديال 46 هذي وتجي لكم البصط عامرة عالية يعني كندير نمرة 39 حتى 40 اللاطة اللي عندي يعني كتجي البصط عامرة بزف من بعد ما خلطنا هذيك الشعرية كيف ما كتشوف معايا هذي هذ بلج هك نقسم هم حتى العلة ثلاثة ديال المرات كيف ما كتشوف معايا يعني عراضين جاو طالعين جاو عالين باش هكا كتكون عندنا كمية تتبين كتير لأن مغاديش نقطع مطرايفات كل شي غنخلي هكا كيجي في صراحة زويني تجي البصط عامرة ما شاء الله هنا عندي مباد مكت برد الحشوة من طبيعة الحال وما تكون فيها لا مال تشي حاجة بخصوص البصط اللي لك انتو توجدو تخلي وفي طلاجة باش طيب من بعد أو لف المجمد لابد الحشوة تكون ناشفة وكذلك الحد يكون ناشفة لشكيتو في قطرة ديال الماء ديروهم في الصفاي وخليوهم يتسقطرهم زيان وتكون الحشوة عدنا باردة مزيان هنا من بعد ما كان نكون ودهن هاد الورقات يلا دهنتوهم خليوهم تحت البلاستيك حتى تبدو تخدمو بيهم لأن بسرعة ينشفو شوفو وكذيرين واقفين معا نفرين لا إلا الله محمد رسول الله يعني يعصبو في الخدمة الصراحة هنا كيف ما كتشوفو معي أنا خدمت حتى بالورقة ديال شينوى زوينة في طلم خطيرة ولكن فيها بزف ديال ديفويات اللي غادي نهضر عليهم إن شاء الله في واحد اللي كنت درتها غنشارك معاكم كل شي على ديك الورقة إن شاء الله هنا ينبعد ما درت واحد الكوش ديال الشعرية أنا هالطريقة اللي كتعجبني ندير في البستيلة باش هكا كل قطعة من البستيلة أو للبستيلة كاملة كتتاخذ حقها في الأنواع كاملة ديال فواكه البحر وهذا الهبراء وكل شي كيف ما كتشوفو معايا كنوزع الهبراء على الوجه كامل ديال البستيلة وكذلك الكلامار كنوزع على الوجه كامل باش هكا مني كنخلطو كل شي مرة وحدة جيها كيكون فيها جيها شوية جيها لا جيها بزيف فكتجيني هالطريقة كتكون أحسن كيف ما كتشوفو معايا الوجه كامل كياخد كل شي متساوي كل واحد كيجي تيجي قدام ذك القياس كل شي كيجي هو هدك كيما كنقولو كنضيف الهبرة هي الأولى التانية كالامار والثالثة هي الكروفات كيف ما كتشوفو معايا هنا كذلك كنوزع هاد الكمية اللي عندي على الوجه والباقي رغضين نغطي بواحد الكوش ديال الشعرية الصينية كيف ما كتشوفو معايا هنا رغضين بدن نسخن في الفران على 150 دراجة ما تفوتو هاش من الأحسن باش تجيكم البستيلة ديال مقرم شم زيان والورقات كاملين مقرم شين وداخل لهم الطياب حتى الداخل وكتجينا هاك واخد واحد لون موحد زوين بزيف هنا كنضيف ديك الكمية اللي بقات عندي دي الحوشوات دي الشعرية معادي شمبينيون كل شي كندير هاداك الكوش باش كنغطي عليه بالورقة فكتجينا البستيلة ديالنا هنا عالية كيف ما نقلت لكم إلا كانت عندكم لاطة كبيرة وفران كبيرة من الأحسن هاد الحشوة هاد اللي درنا كاملة هارت قدروا توزع على بستيلة فيها يعني حتى 46 يعني رات كفاكم هاد الحشوة هادي هنا أنا بغيت ندير هاد شكل هاد لها البستيلة ولكن الورقة عدباتني بهاد المعنى يعني عدباتني لأن واقفة بحل كاغذ ديال زريعة شكني عقلة البنات على الكاغذ ديال زريعة والمدراسة الكاغذ ديال زريعة هاك كواقفة انتي كتني وهي كتتحل انتي كتني وهي كتتحل الصراحة الورقة هي ديال مغرب اللي كتكون صيبة على الإيد وتكون ديال نهارها أحسن حاجة كتكون طريية وكتلعب في يد كتخدمي بها كيف ما بغيتي صراحة سمحوا إياه لها الضاجيج اللي عيلا سمعتوا شي حاجة وهنا يكن بقان ثني كنحاول ندخل الورقة كاملة من تحت وكنديروا دائما الورقة ديال الفران هكا في اللاطة باش كتساعدنا في الخدمة هذي في حالتي إلا كانت عندكم بحل هاد اللاطة أما إلا كانت عندكم صينية عادية اللي كنصيبوا فيها البستيلة فما تخافوش عليها كتجي في الخدمة زوينة بزب هاد اللاطة اللي كتكون طالعة من جناب كتساعد علينا الخدمة دائما ديروا عويدات باش تشدوا باش تبقى لكم شدة أنا كنهضر مع البنات ديال أوروبا اللي كيخدموا بهذا النوع ديال الورقة أما البنات ديال المغرب اللي كيخدموا بالورقة اللي مصايبة على الليد كتكون ساهلة هذي كما معاهاش قاعد هذرا يعني كتكون جا مع راسها الراس هوم لمطة راسها الراس هالصراحة كتكون ممتازة شوفوا الورقة كيفش منفوخة كيفش واقفة كتعدب الصراحة بالصح كتعدب أنا بغيت هذي هذا ولكن مهم هنضيرو نتقاتلو هذي اللي كين يعني ما عندناش منذيرو لأنا ما يمكنش نحرموا راسنا ما شي حاجة بغيت هذي ولي بغيت وخاجة وغنضيف عليه شوية تحمير ومن أحسن ديرو هذي طريقة قبل ما تبدو تلمطو خليوه باش تهبط لكم ذي التخت لتحت لأن منك يتحرق كيبير منذ النقاط خايبين منذ النقاط خايبين من الأحسن فأنا خليتهم واحد شوية حتى بدأت تنزل هذك التحمير التحت وكي تغير هذي اللون اللي كن ناخد شوف معي كن حاول نتكي زليفة وكن ناخد شوف معي هذك التخت البنات تحاول أن تدهنو شوي كن حاول ندهن غير بهذك الزيت من الفوق اللي فيه اللون لأن يعطينا واحد لون زوين زوين للبستيلة وهذا ما يعني أن تدخلو هالفران غيت تسخن وتخرجوها وتقولو رواخد اللون لا دائما تقيسو وتشوفو البستيلة البنات على نار مهيلة ركت تأخذ لنا حتى تنزج ثويع أكتر يعني على نار مهيلة لو بغيت وطيب الطياب ديال على حقه طريقه كيف ما نقول ركت تأخذ شوي هذا الوقت هنا ندير وحد الخط هنا دائري على هذ الشكل هذا باش ندير انا هذ زين هذ اللي جاني مويم على بالي باش ن مويم شي حاجة اللي هي بسيطة وصافة هنا يدرت شوية البوافو او لحبوب الخش خش كن ديرهم على هذ الشكل هذا ممكن نديرهم الجنب قاع او لغير شوية في الجنب ديال الوسط او بها الطريقة اللي دارت هنا دائما نزيل كيبقى اختياري انا درشي حاجة اللي هي سامبل وبسيطة هنا كيف ما شفتوا معاي باش هكا كيبقى لاصق ما كنديرو شف النهاية صافي كندخل هالفران صحون مزيان وكن خليوها طيب على الخاطر ديال الناس اللي عندهم فران ديال القاز النار اللي تكون مهيلة هنا عندي هاد الاعجاب منستيمة درتهم على هاد الكروفات وشوية ديال الزعتر ديال البلاد اللي باقي جديد زوين فيها الريحة وشوية ديال زيت زيتون وكن ضيفو شوية ديال الملح وكن شحر كل شي مزيان هاد الكروفات كي يجيب بنين بهذي الطريقة هنا درت ترون شوية ديال الحامض اللي خشيتهم في حبوب الخش خش صافي هنا كيف ما تشوف معي را تجي من قر منش طيبة على الخطر ديال هنا حاولت نديرها في هاد البلاد يستور بعيد بنت ليا صغيرة وهي راه كبيرة لبنية صوير ما عطاه حقها يعني هاد البستيل راه كبيرة اللاطة الضائرة ديال الفران ديال توركيا ف ولكن انا هاد اللاطة غير بقيت عندي من واحد الفران القديم اللي خسر لي اما هي راه طابط فران ديال الطو العادي هنا يدرت هاد الكروبات اللي شحرت وهنا يكن حاول نزين طريقة الزين ماشي في بالي يعني غير كنزين وكنشوف شنو اللي غاي جي مزيان حتى طحت مهم لها الطريقة هادي اللي جات سهلة وبسيطة وخفيفة كما كتشوف معايا كتجيب نينة بزاف هذة البسطيلة كتجي ممتازة بنسبة الثامن غال خليه لكم في صندوق الوصف كيف العادة بالخصوص مع زيادة ديال الاسعار هادي اللي ولات شي زيادة خطيرة صراحة غال يخلي لكم صندوق الوصف بالنسبة لهادي الحجم هذا وهذا الحشو وهذي والكمية الفواكه ديال البحر والحوت اللي درنا هنا كنتمنا الفيديو النهار اليوم الاحجاب ديالكم تبرتجيو بالعائلة والاصدقاء باش شجعوني وتحفزوني اننا نعطي دائما المزيد والمزيد إذا كنتو باقي ما درتوش اللايك ديروها وعدخور جملة فيديو بسلام عليكم ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته